المخرج في حديث آخر حديث العرباض ومشهور ومعروف في السنن العرباض ابن سارية صحابي جليل هذا الحديث اشتهر باسمه يقول العرباض ابن سارية رضي الله عنه وارضاه وَعَضَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَوْعِضَةً بَلِيِّغَةً عظيمة وجلت منها القلوب القلوب خافت وخشعت وذرفت منها العيون عيون بكت مما سمعت من نبينا عصاته السلام قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا الوصاية قال أول الوصاية وهي أصل من أصول السلفيين الذي فارق السلفيون وأهل السنة والجماعة فارقوا كل المذاهب والقيقز كل الفرق بهذا الأصل عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة لأن القريشيون لأن القرشيين ينفرونه من غير جنسهم من غير قبيلتهم فرسم النبي عليه السلام وصعده أعلى الأمثلة عبد حبشي وليس من لونكم وإن وإن كلمة إن هذه نادرة يعني وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة اسمع وأطع وأحاديث سمع والطاعة كثيرة الذي الجهال ومن في من الأهل الزيغ والهوى ومن في بطنه شيء كما يقال هم الذين نفوا هذه السمع والطاعة وبدأوا يزيغونه ولا يعني ينصاعون إلى نبينا عصرته السلام ولو انصاعوا لما صار حال هذه الأمة لأن الأمة إذا التفت حول إمام واحد أو إمامهم أو حاكمهم انتهت السالفة ما بقي هناك تشعر ذم فنبع سلام وصعنا إذن الأصل الأول علينا أن نكون وعاولات أمورنا بالسمع والطاعة طبعا هذه معروفة الدندن والشنشن يقول الطاعة المطلقة أبدا ما في طاعة مطلقة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكنك لا تطيعه مو في كل شيء في جزئية وحدة تلك المعصية التي أمرك بها وتقريبا للصورة دائما أقرب الصورة أنت ملزم بطاعة أبيك صح الجواب صح أبوك إذا أمرك بحرام ما تطيعه السؤال ما تطيعه في كل شيء صغطت طاعته بسبب أمره لك بالمعصية أم صغطت تلك الطاعة فقط وبقيت جميع الطاعات الجواب نعم بقيت كل الطاعات كما تقول في أبيك فقل في الحاكم فقل في ولي الأمر أمرك بما لا يرضي الله عز وجل لا سمع ولا طاعة في كل شيء لا أنت ملزم بالإشارة المرور حمرة توقف هذه من طاعة ولي الأمر ما تقول والله لا أنا أسمح لي أنا أبعثها لأص أنزع أيدا من طاعة ترى هؤلاء مغفرين ما يفتهمون قل ما شئت عودة